بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي دارس مقرر جبر المصفوفات ومع الجزء الخامس من الدرس الأول وهو بعنوان المصفوفات في البداية نتعرف على معنى المصفوفة المصفوفة عبارة عن ترتيب في شكل مستطيل من الأعداد أو عامة من المدخلات يمكن أن تكون رموز أو غيرها يسمى كل مدخل منها وعلى سبيل المثال الجدول الذي يظهر أمامنا يبين درجات أحد الطلاب في ثلاث مواد وهي math, radiat, history, language, اللغة في أيام الإسبوع السبعة بدءا من يوم الاثنين كما يبدأ في الدول الأجنبية انتهاءا بيوم الأحد Sunday يمكن وضع هذا الجدول مجردا من عنوين الأعمدة وكذلك الصفوف في الشكل الموجود أسفل الصفحة بحيث يمثل كل صف من هذا الترتيب مادة فمثلا الصف الأول يمثل مادة الرياضيات والصف الثاني يمثل مادة التاريخ وهكذا ويمثل كل عمود يوم من أيام الإسبوع أعمدها بسبعة أيام فمثلا العمود الأول يمثل يوم الاثنين فإذا أخذنا مثلا هذه القيمة فإنها تمثل درجة الطالب في المادة الثانية لأنها في الصف الثاني وهي التاريخ في اليوم الثالث وهو يوم الأربعاء ونس داي وهكذا فهذه المصفة هي تجريد لهذه البيانات من عنوين الأعمدة والصفوف بحيث يمكن التعامل معها رياضيا واستنتاج بعض الأشياء كما سوف نتعرف في المستقبل إن شاء الله ولعل أبسط الأمثلة الواقعية الملموسة لدينا المصفوفة هي شاشة الحاسب الآلي وشاشة الجوال فكل الشاشتين تتكون من أجزاء صغيرة جدا تسمى كل منها بيكسل توضع هذه البيكسل في شكل مصفوفي أيضا بهذا الشكل توضع جوار بعضها وتأخذ كل بيكسل منها لون ما وبالنظر إليها كشكل عام تظهر لنا الصورة ولعل العالم الإنجليزي جيمس سيلفستر هو أول من أطلق مصطلح المصفوفة ماتريكس في عام 1850 والشكل العام للمصفوفة كما نرى يرمز لها بحرف كبير مثل A, B, C, D وهكذا وتأخذ الشكل قوس مربع A, I, J أي أن عناصر هذه المصفوفة نرمز لها برمز A, I, J حيث I يمثل رقم الصف وجي يمثل رقم العمود فمثلا العنصر A1, 1 هو العنصر الأول في الصف الأول والعمود الأول والعنصر A1, 2 هو العنصر الموجود في الصف الأول والعمود الثاني أي أن الجزء الأول باللون الأحمر يعبر عن الصف الموجود في العنصر والرقم الثاني باللون الأزرق يمثل العمود أو كولم حتى ننتهي بالعنصر A1, N وهو العنصر الموجود في الصف الأول والعمود رقم N ثم نأتي إلى الصف الثاني أو العنصر فيه A2, 1 وهكذا إلى A2, N إلى أن ننتهي بالعنصر A, M, N هذا العنصر يقع في الصف رقم M والعمود رقم N وم ضرب N هي تمثل مقياس أو أبعاد المصوفة أي أن أبعاد هذه المصوفة A هي M في N لنأخذ مثال رقمي المصوفة مثلاً سليب 1 3 2 0 4 1 هذه المصوفة مثلاً كيف نحسب بعدها؟ نسميها مثلاً المصوفة B فهذه المصوفة B من الأبعاد فيها صفان وثلاثة أعمد فهي من البعد 2 في 3 أي أن فيها صفين وثلاثة أعمد هذا العنصر مثلاً هذا العنصر الذي يعبع رقم ثلاثة كيف نكتب هذا العنصر؟ B يقع في الصف الأول والعمود الثاني B 1 2 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر